هيدا البودكاست انتج حكواتي مرحبا مرحبا لجميع المستمعين بحلقة جديدة من حكي صريح مع دكتور صندرين عبر حكواتي وبحبه رح يبدايفتل اليوم غزال بغدادي استشارية تربوية وناشطة نسوية ورح نناقش سوا معايير الجميل وتأثيرها على جنسينية المرأة تأثير معايير الجميل على النساء وبالأخص على حياتهم الجنسية قضية تطرح على نطاق واسع وبتحتاج انه نتناقش بطريقة عميقة الجميل والجاذبية كيف منعرف عليهم بالمجتمعات المعاصرة غالبا بتم تشكيلهم من خلال أفكار نمطية والتوقعات اجتماعية وهيدا الأفكار والتوقعات بتضغط على النساء لتغيير أرسامهم وصلوكهم لتلبية هيدا المعايير هيدا الضغط فيه قدي لزيادة الضغط النفسي والجسدي والقلق حول الجسد والجنسانية وكمان فيه سبب التشكيك بالزيت بهيدا السيق رح نناقش مع غزال بغدادي لأسئلة الأكتر الحاحن حول هيدا الموضوع ورح نجرب سواء نلاقي حلول لمواجهة هيدا النماذج النمطية تنرجع نعيد تعريف مفهوم الجميل والجاذبية من منظور أكتر شمولية واحترام للزيت غزال أهلا وسهلا فيك اليوم قبل ما نحكي عن موضوعنا إذا فيك ترجع تعرفين عن نفسك وعن نشاطاتك أهلا فيك وشكرا على الاستضافة أنا غزال بغدادي استشارية تربوية ومؤسسة علمتني كنز وناشطة في مجال دعم المرأة وحقوق الطفل أيضا بس إذا فيك تعطي اسم السوشال ميديا أكاونت على الإنسجرام شو هنالمنصات اللي أنت موجودة عليهم؟ أنا موجودة على كل منصات السوشال ميديا تحت اسم علمتني كنز كنز أدمام وهو حساب من أول واحدة من أكبر المنصات العربية التربوية بالعالم العربي وأيضا موجودة بحساباتي الشخصية باسم غزال بغدادي كمان على منصات وسائل التواصل الاجتماعي تمام أنا بدي شد شعك المستمعين أنه عجد يلحقوك على وسائل التواصل الاجتماعي لأنه كتير عندك رسائل مهمة للنساء وللأمهات بس مش بس للأمهات كمان للنساء وهلأ مركزة على السيدات وعالنساء بطريقة كتير قوية فكتير ملهم الحساب تبعولك بشجع كل المستمعين والمستمعات أنه يلحقوك شكرا غزال اليوم رح نحكي عن مفهوم الجمال والجاذبية كيف نعرف عن الجمال الأنسوي والجاذبية الجنسية بثقافتنا العربية؟ شوفي دوما بتذكر أنه ربينا على جملة أنه الجمال هو شيء نسبي يعني قد يكون في نفس الشخص أنت تشوفيه جميل جدا وأنا شوفه أنه لا مختلف لكن مع اليوم التطور والسوشال ميديا والصور الإعلامية اللي صارت عم تظهر صار عم بيكون في صورة معينة للجمال نحن لازم كلاياتنا نوسع بهذه الصورة لحتى تصير الأنثى مغرية وجميلة ومثيرة وهذا الشي عم بيخلي على الإناث ضغط كتير كبير كان من قبل قبل وسائل التواصل الاجتماعي كانت صورة الجمال مختلفة يعني في مرة قرأت مقال أنه في دول تعتبر الوزن الزايد هو نوع من أنواع الجمال لأنه بيدل على الصحة وبيورجي أنه هاي الأنثى تتمتع بصحة جيدة فأنه الوزن الزايد هو إشارة إيجابية اليوم نحن لا اليوم في مسابقات ملكات جمال اليوم في عروض أزياء في منيكان بيطلعوا بالإعلانة وكل آياتهم بيكونوا بجسم معين خصر محدد وحتى هلأ صار في حجم معين للشفايف وصار في حجم معين للغدوط فصار في كتير بريشار كبير على الأنثى عم بيأثر كتير على نظرتها لجسدها وعلى شعورها بأنثة أصلا وثيقتها بنفسها كمان غزل أنت ببعنه عيشة ببريطانيا بس أنت بالأساس كنت عيشة ببلد عربي هل بتحس في فرق بين التصورات المجتمعية للجمال والجزيبية بين هالثقافات اللي مختلفة أما لأه؟ التأثير الإعلام أوي بالبلدين يعني ببريطانيا كمان فيه تأثير إعلامي كتير قوي على الأنثى الغربية كمان بالدول العربية بس الفرق أنه ثقة الأنثى الغربية بنفسها أعلى بكتير من ثقة الأنثى العربية طريقة التربية مختلفة طريقة التعامل مختلفة القوانين مختلفة فأنا بشوف هون أنه لهلأ فيه إناث غربيات ببريطانيا قادرين يطلعوا بدون ميك أب بالطريق ويروحوا على الشغل من دون ميك أب واصلا المكياج مو هو الشيء اللي كتير متعارف ببريطانيا اكيد انتي بتعرف انه الغرب بالعكس ان المراهقين اللي بيحطوا مكياج مو الاعمار الاكبر يعني فاللي اكتشفته انه لأ هون كمان في اثر اعلامي في صور دائما بالشوارع للانثة النحيفة والانثة اللي عاملة فيلر او 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 بس مع ذلك لسه الانثة الاجنبية قادرة انه ثقتها بنفسها تكون اقوى وهذا الشي كتير يلعب دور بانه هي عم تتأثر يمكن بالصورة بس قطعنه مثل الانثة العربية بس حتى اذا بتطلع شوي على الصور النماطية اللي عنا ايهن الجميل يعني بين كيتموس اللي بنشوفه اكتر شي برك ببريطانيا هلأ نحن عمرنا برك اليوم بالاعمار الاصغر مش كيتموس اللي اشخاص تاني ايه بيتمثلوا فيها بس بين هي وبين هيفا وهبي فيه فرق يعني شوي بالتصور اللي عنا ايه لجاذبية المرأة ام جمال المرأة صح عندي صديقة دكتور تسنان بتعمل الفينير اللي هو تبيض اسنان فقاتلي بتعرفي كيف بعرف اذا الكلاينت اللي جاي عربي او اجنبي سيلا كيف قاتلي العربي بيقلي بدي ياكي تبيضيهم وبين اني عاملهم اما الاجنبي بيقلي بدي بيض اسناني وضلوا ناتشرال فهي هاي الحقيقة نحنا بنوصل لمرحلة انه نحنا بدنا نطلع عن الحد الطبيعي شو هي هالعوامل اللي بتحدد شو اللي يعتبر جميل ومسير بمجتمعتنا يعني هل هي التضاريس هل هو ان الواحد يبين صغير بالعمر هل هي البياض مثل ما عمتولي بياض السنان والجلدة وكل المناطق يعني شو هنه هالعوامل شو في اول شي نحنا بالعالم العربي عنا تقديس للمرأة البيضاء البشرة يعني من فترة كان صديقي عم يحكيلي انه هو خطف حابب وحده فراح لعند امه عم يقول له انه انا متعرف على صبية وبيدي اتزوجها فاول سؤال سألته يا انه شو لهم بشرتها ام قال له بيضاء اطلو خلص اذا بيضاء اوكي ما هم ولا اي شي تاني عن الفتاة غير انه بيضاء فنحنا عنا عشق للبشرة البيضاء ولذلك بتلاقي دوما 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 كلمات التفتيح هي رقم واحد بالاعلانات بالدول اللي عندها بشرة داكنة فانا بشوف ايه وبعدين عنا كتير مرتبط مثلا بالجمال الانوثة الشعر الطويل بشوف الشعر الطويل كتير مرتبط بالانوثة ورجال غالبا بيحبوا الشعر الطويل النحافة والبطن المشدود وحاليا صار فيه الشفايف الاكبر وصار فيه تكساس اللي خدود والوجه اللي ما بعرف كيف بينحطوا الوجه وفصارة معايير الجمال اصلا عم بتختلف يعني قبل كان التم الصغير حلو مثلا طب هلأ لا هلأ كل ما كبرتي التم اكدر متصيري احلى فكمان هاي الاشياء تغيراتها عم تخلينا نحنا النساء دوما بيعني مثل الهامستر طب انه انا انتم بارح كنتوا بتحبوا مثلا التم الصغير اليوم التم كبر انا بدي ضال عم بركض اعمل فيلر وبكرة اسحب الفلر لانه هي هاي سلسلة غير متناهية اصلا عم تحكي عن التم وكتب عم فكر انا بالتم كمان لانه انا ستة ستة مصرية وتمها كبير نحنا مش طالعين مثلها ابدا ما حدا بالعائلة يتمه كبير الا التاتة الا الستة وكانت تقلي انه هي بوقتها كانت تستحي من تمها وكانت حتى تحط حمرة بطريقة انه يبين تمها اصغر لانه التم الكبير كان فلقر يعني كان شي فاجر كان شي لا يعتبر حلو وانيق كيف اليوم يعني كنت طلع فيه وتقلي كيف هلأ اليوم كلهم بيركدوا يعبوا يحقنوا بشفافهم ونحنا قبل كنا نستحي بشفافنا قدي المعايير الجميل بتتغير مع الوقت وقدي عم تضغطنا يعني قدي نحنا النساء ما عدا عرفنا شو بدنا نعمل بحالنا طب انا شو اعمل اليوم انفخ طب بكرة انحاف بعدين مثلا فجأة دراج انه انتي بدك تكوني كلك نحيفة بس بدك تكون المؤخرة تبعك منفوخة طب انا شو الطريقة اللي ممكن اعمل فيها هيك بطريقة طبيعية اصلا فبدنا نروح بدنا نروح ويلجأوا للاشياء الفيك قطعا لانه مولا اي تمرين بالحياة ممكن يخليك تحصلي جسم كتير رشيق بس لا مؤخرتك اكبر فالموضوع عن جد كتير ضاغل ومن فترة طلعت حكيت عنه على سوشال ميديا لانه دوما 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 في سؤال يتكرر بالتربية بخصوص انه بنتي شعره كارلي كيف حولها يا ستريت والله هذا واحد من اكثر الاسئلة التي ترد على علمتني كنز انه طب ليش دك تحوي لها شعره ستريت لانه بكرة بالمدرسة حيتنمروا عليها لانه شعره كارلي فعرفت ايه بتخلي الام كريمات لدرجة انه صاروا الهير دريسرز او الحلاقين الموجودين بالدول العربية بيعملوا بروتين للاطفال مع انه هو مضر صحيا ومضر للاطفال انا وقت اللي عملت الفيديو كان فيه حلاقة بنزلة ستوري انه عام لبروتين لطفلة عمرها تقريبا 6 او 7 سنوات والبروتين يعني تعريض الشعر لمواد كيماوية لحرارة كتير عالية عدا عن صورة العار اللي البنت صارت عندها لانه هي عملت بروتين بهذا العمر فيعني لقيت انه الموضوع لا واضح انه عن يطلع من ايدينا اصلا ما انه اللي شعره مالس كمان انه مبسوط لانه ما فيه يعمل ولا اياه مودال بشعره كل شي بيزحط بشعره ما فيه هد شعره ولا شي فما فيه حدا مبسوط من شكله بس هل هالمعايير مشتركة بين الرجال والنساء يعني انا دايما عندي هالتصور هيك هالاحساس انه اصلا كل هيدا ما بيعني لهم للرجال اكتر بيعني لهم للنساء وبيصيروا يقارنوا بعض ببعض اكتر مما يهمن نظرة الرجل لقلهم هل الرجل عنده نفس النظرة بالنسبة للجمال والشكل المسير اما الجسد المسير هلأ بتخيل اكيد ايه وانا اللي بيفاجئني بالرجل انه ما بيعرف انه هاي الانثة لعبانة بنفسها يعني انا كتير بتفاجئ اوقات مثلا بكون قاعدة مع اخي او مع صديق انه ليكي هاي كتير حلوة وجمالة طبيعي انا كانثة فورة انا بشوف بقول له انه لا هي عاملة شفايفة وخدودة وحطة الموش بيقول لي لا فكأنه ما عد يعني من كتر الفيك او من كتر العمليات التجميل اللي عم تصير حتى الرجل ما عد عرف يميز بين الانثة الطبيعية والانثة اللي عامل عمليات تجميل وبحس انه مع هالزحمة اللي عم تصير تي صندرين بيوصلني رسائل من امهات انه انا بعد الولادة زوجي مثلا ما عد لقاني حلوة زوجي مبارح مثلا طلب مني اعمل شعري اشقر والله العظيم صديقتي حلاقة بتركيا بتصبغ شعر الزبونة اللي عندها وبتطلع الزبونة على الباب بتورجي الخصلة لزوجة انه هاد اللي بدك ياه والله العظيم هاي درجة الاشقر اللي انت بدك ياها لانه هو بيكون طالب مننا درجة شقار معينة فلا انحنا هيك عم نتحول لدمة يعني انا انت تزوجتني بشعري اسود انا حبيت لونه انا حرة بس انت ما فيك تجي تجبرني شو اللون اللي بدك يااني اعمله فالرجل ايه بتخيل بيشوفنا بمعايير مختلفة بيحب مثلا صدر اكبر يمكن شفايف اكبر ايه بس اليوم اللي عم بيكتشفه مع الوقت انه هو بيحب هاي الانثة يتفرج عليها بس غالبا بالنهاية ما بيتزوجها لانه صورة الجمال بتعني الخلفية الاخلاقية وبتعني بيقيمك اخلاقيا من شكلك فهو هيعجب فيك اذا انت كنت لابسي اصير وجسمك كتير مثير وشفايفك كبار وعامل خدودك بس هييعيش معك اذا انت كنت متاحة علاقة حب كتير عابرة وبعدها حيتزوج الانسان اللي جماله طبيعي وما نعمل اشي وبعدها حيخونا نفس هاي الانسانة بيرجع بيخونا مع اللي نافخها شفايف وعني وهات كزا فمندور بحلقة والله العظيم غير متناهية هلأ بتعفي كله متعلق بتربية الرجل كمان هو شو كيف منظره يعني كيف فكرته للجنس والجاذبية يعني اذا بتغطي شاب بالاساس تربى مع اخويته لكلهم جمالهم طبيعي وبيعرف انه المرأة كمان حرة بحياتها الجنسية وما قلع علاقة شكلها بالإصارة اللي بتسببها فهو ما بيكون عم بتزوج اللي بيعتبرها هي الزوجة المثالية بس عم بتزوج المرأة اللي عن جد بيحبها واللي منجذب لإلها ساعتها ما رح يكون فيها التناقض بين المرأة اللي بتعجبها والمرأة اللي بتتزوجها يعني انا بشوف كتير اشخاص بالعيادة الرجال بيجوا وهن بيتزمروا وبيقولوا عمليت صدرة انا معادة تحب شكلها منه طبيعي بتاع حطر له الضفير الطوار انا ما بحب ما بفهم ليش عم تعمل هيك وجه صرره كله جامد ما فيه ولا اي تعبير على وجه انا ما برتاح كم بده تضعف ضعفت كتير انا بحب امسك دهن بحب امسك لحم فحسب كل رجل بالنهاية هلا ايه اللي منشوفه على وسائل التواصل الاجتماعي اللي منشوفه بركي كمان بالأفلام الإباحية ملفت للنظر بس مش يعني هو اللي رح يكون مسير اكتر وما لازم نعمم على كل الرجال وبركي كمان اكيد اكيد حسب كيف بيتربى هيدا الشاب ام هيدا الرجل كيف كمان نظرته للمرأة وللجنس بيتغير انا اذا عم نعمل ربط بين الإصارة وهيدا الشكل ايه رح يصير جواستصار بشكل معين للنساء لانه ربطن بيناتن بس اذا هو بيتعود انه لا فيكون مستصار بشابة من دون كل هال الاد اونز والفلر والميك اوب طبيعية ساعتا ما رح يفتش هيدا الشي بالمرأة بس بس في غير شي لازم هي تقتنع انه هي مثيرة وحلوة وأنثى من دون كل هاي الادسون اللي احنا عم نقول عليها فانا بتحس دوما الموضوع بيبدأ من ثقتنا بنفسنا قبل ما نروح عند الرجل لانه هو عن جد طريقة نظرتك لحالك هي بتنتقل يعني دوما بطلع على الستوريز من دون مكياج ودوما بطلع شعري اوقات مو دائما شعري مساشور فدائما بترسلني تعليقات انه هي غزل انتي حلوة حتى من دون مكياج انا انا لاني شايفة حالي هيك فلأ هو الناس كمان يعني انا في عندي اصدقاء والله انا ولا مرة شفتهم على الستوريز من دون فلتر طب انه ليه يعني اذا انا عم حط فلتر لحتى اطلع واجه العالمات انا ما عندي مشكلة مع شكلي فالرجل اللي حترتبط فيه قطعا حيشوف مشكلة بشكلة اذا هو شايفه على الستوري عم تطلع من دون فلتر فبحست لازم هلأ بالتربية دوما بتسألني كنز ماما ليه عم تحطي مكياج ولا مرة ممكن قول لو اطلع احلى قلت لي ليه عم تحطي مبالله جعبالي خلص هو لانه عن جد المكياج شي جعبالي اوقات بيكون جعبالك تحطي ميكاب اوقات لا ليه عملتي اضافيرك لانه كمان جعبالي بس مو لانه ايديي بصيره احلى نحن لأ امامي انا بتذكر دوما بيقولت لك انت طفلي سمنت انحفت الانثى دوما عم توزن حالة الانثى دوما عايشي بهذا التوتر فانا ربيت كمان على هاي الصور فكتير اخد مني وقت لارجع اشتغل على ثقة بنفسي اصلا بس كيف عملتي غزال لانه اذا شي منه سهل بس تأثري هالقد انت عم تكبري مش بس من الوسائل التواصل الاجتماعي بس كمان من الاهل من المجتمع من نظرة الغير كيف الواحد في يبني هالثقة بنفسه وما يعلقه بجسمه ام بشكل جسمه كيف يفتخر بجسمه كيف ما كان الشوفي بتذكر حتى بقلب البودكاست اللي قبل اللي حكينا فيه انا وياكي انا كتير اشتغلت عن جدع لاني اربط او حسن علاقتي بجسمي كجسمي ما كان اصلا ما بيكون عنا علاقة بجسمنا بالعالم العربي او بتكون العلاقة كتير سلبية فانا بلجت حس انه لا انا اليوم جسمي حلو وبيدي حاول شوفه حلو هلأ ما بنكر انه كتير جزء من ثقة الانثة بنفسه بيجي من خلال الجنس الاخر اكيد يعني اليوم اكيد كلمة من رجل يقلك انه انت حلوة كتير بتساعد انه ترفع لك الثقة بالنفس بس بعد فترة بتصيري انتي بتنتبهي انه لأ انا مثلا نوقف على المراية حاول بدل ما اشوف العيوب بيوشي شوف الاشياء اللي انا بحبها شوف شعري بشكله الحلو اكيد بحب اعتني بحالي بس ما عدي اعتنيت بحالي من نصدر انه انا بشعة ازا ما سشورت شعري مثلا لأ انا بلاقي حالي حلوة وفعلا بفتح اوقات الستوري والله ما بطلع على حالي بالامراية وصرت اشتغل على هاي النقطة عند كنز يعني صرت الناقص عندي ازرع الثقة بقى عندي وعند بنتي ماما انتي حلوة شو ما عملتي مثلا كان دائما عندي فكرة انه نحن من فيق من النوم مثلا دائما بيقولوا انه بتفيق من النوم بتكون ما كتير حلوة انه بياخد وقت لايرجع جمالة لوشها فأنا لا اصرت فيق من النوم وتفرج على حالي على مراية انه لا انا بفيق حلوة وكلما بتصحى بنتي بقول لأ ماما ما بعرف كيف انتي بتفيق حلوة انه عم حاول بس ارفضل الفكرة السائدة فبحز انه اليوم تحتاج المرأة انه تعمل ستوب بهالحياة وتوقف عن جد تحب حالة وتحب جسمة واصابيعة وشكلة وغدودة وكل شي وهي الثقة بتوصل للشريك هلا مو يعني اذا ما منحب حالنا انه ما من نهتم بحالنا بس انا دائما بقول لي انه انتي كتير حلوة انا كتير بحب اعمل بوتوكس لانه ما بحب الكبر يعني انا ما بحب ببين تجعيد على وشي هلا يمكن اذا طلع تجعيد ضل شايفة حالي حلوة بس انا بحب انه يضل وشي مبين طبيعي انه ما يطلع هدول الخطوط فوقت لي بعمل بوتوكس طب انه مو اثقى بنفسك من دون بوتوكس بلا بس البوتوكس بيعطيني شعور بالسعادة او بجوز بيعطيني ثقة بنفسي اعلى فنحنا في عنا خلط انه اذا انتي بتثقة بنفسك لازم تهم لي نفسك لا 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 بس الهدف او الدافع للاهتمام بالنفس هو زيادة سعادتي مو زيادة اعجاب الاخرين فيني هو كيف ترتاح انت مع جسمك مش كرمال غيرك كانت من شوية عم تحكي عن الفلترز في كاتبة امريكانية كورية طيب عند الكورية كمان عندهم كتير صور نماطية بالنسبة للجمال فكانت كاتبة كتاب بالاول كانت كاتبة كتاب عن الجمال انه كيف الواحد بده يكون بيرفيك فلولوس كمان كانت عم تحكي عن خبرتها مع بنتا انه بنتا كانت عم تقولها بس انت فيك تحكي هيك لانك انت اصلا حلوة انه هي عم تقولها بالكتاب انه لازم تحبوا حالكم مثل ما انتو فبنتا اجي تقلت لها بس انت انه عنديك هاللقجوري قادرة تقولي هالشي لانه اصلا انت شكلك حلو هذا الشي رح يكون اصعب للي شكله بركي منه فايد بالنمط الجمال اللي عني وبعدين حكيت عن شي كتير لفت لنظري وكتير حقيقي هلعب بعد الكوفيد انه اصلا نحن بس نطلع حالنا قبل كنا نطلع بالمرية اليوم نطلع خلال كاميرا التليفون مع الفلتر فتصورنا لنفسنا صار مخشوش لانه ما بقع منشوف نفسنا بطريقة حقيقية حتى زوم انا بس استعمل زوم كرمي المعينات انلاين اما اذا عنا محاضرات بستعمل نوع من الفلتر اللي بيخلي الجلدة تكون نائية وتعودت لاشوف حالي انه جلت من دون ميكاف تنائية اللي هو منه مش مظبوط يعني وبس اطلع وجه بتضو هيك بنقز انه بتفاجأ بحالي انه انتي تعودتي لانه كمان عملوا دراسة انه بعد الكوفيد زادت عمليات التجميل اكتر بسبب الزوم لانه صرنا نشوف حالنا كل الوقت مظبوط وصرنا نشوف حالنا مش بطريقة طبيعية لانه الكاميرا كيف بتشوفنا ام كيف طلقتنا بدو كتير مختلف وبتعطينا صورة كتير مختلفة عن نفسنا وهذا شي كتير بدنا ننتبه لو انه نحنا بالحياة عم نتحرك عم نكون من فوق لتحت عم نتطلع بعيون الاشخاص عم نتبسم لهم غير هالوجلي انجا بتحرك على على السوشال ميديا اما غير هالوجلي كل الوقت عم بتطلع على نفسه مش عم بتطلع على الشخص التاني بس اذا من نحكي شوي عن مش بس النماذج النماطية وكيف بيأثروا على المرأة وسأتها بنفسها بس ما في هيك شوي تناقض بين انا كيف لازم كون شكلي وبعدين كيف لازم كون بالتخط يعني ما في هالتأثير شوي بين المظهر الخارجي وبعدين التصرف بالمنزل ام بال بالتخط مع الشريك هل في تناقض بيناتهم ام ماشين سوا برجع اقول ما بدي عمم على كل الرجال بس في صورة اليوم بالعالم العربي وانا دوما هاي الصورة كثير بتزعجني صراحة انه اليوم المطلوب انه انت تكوني بنت هيك طبعا بيان عليك انه انت كتير مؤدبة كتير مهزبة لبسك طريقة حكيك وا 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 بيتزوجك كل شب بعدين بيتوقع منك انه انت بالسرير هتكوني مثل اللي هو كان يشوفهم بالافلام اللي كاني تابعه مثلا لما كان سنجل هي الفلام الاباحية بيتفاجأ انه انت ما كنت بهذا المستوى كونك انت اصلا انت ما عندك خبرات جنسية سابقة فهون بيصير الرجل عنده مشكلة انه هو حاسس انه فيه جاب جنسية بينه وبين زوجته فهون بيكون في عنده الحلول غالبا متاحة كتير اما الخيانة او انه اكيد بيشتغل على فكرة انه تعالي انه ياكي نحسن علاءتنا الجنسية لانه هاد الوعي لسه ما نموجود بكثرة طيب لنا سكوس الحالة بحالة زوج هاي البنت المهذبة اللطيفة وا 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 وصلعت بتعرف تعمل ممارسات جنسية بالسرير فهون بيبلش الرجل يشك انت طب وين تعلمتي هاي الممارسات فنحن على الحالتين يعني نحن على الحالتين مذنبين سواء تعلمنا وفتنة لانه هو لما بتلاقيكي متعلمة فورا بشك انه عندك خبرات جنسية سابقة مع انه اليوم بهذا العالم المفتوح لانه هنا فيه مضروري ضوما التعلم يكون ممارسات جنسية سابقة ممكن يكون متعلمة من فيلم شفته ممكن يكون متعلمة من بودكاست مثلا من مقالات جنسية اريتا فتعلمت لحتى عن جد نعرف نمشي عليه بس هيك نحن عم نعيش اكتر من شخصية يعني انا ما فيني يكون البنت اللطيفة اللي هالقد كتير مهذبة برا ولما تجي على السرير تشوفني البنت الثانية لانه انا ما فيني يكون عندي هالمليون شخصية اللي انت بدي يغطيلك فيهم كل شخصيات وحكيمة لما بدأ ياخد رأيك ومربية عظيمة للأجيال فعم يصيروا الشخصيات اصلا كتير كتار بتبلش هالعلاقة على التليفون على الواتس اوب وبتعفي على الواتس اوب بركة اهيان الواحد يحكي يحكي بطريقة مهرية ام يحكي جنسيا فبينغشوا بمواقف ام بيحكي وبيتزوجوا بيكونوا بصروا بيعرفوا بعض سنة ام سنتين بيتزوجوا وبينصدم الرجل انه قاعد بالبيت وما عم بقاعد نحكي جنس ما عم تتصرف مثل ما هي كانت عم تتصرف على التليفون ليش هالقاد هي مستحية ايه ليه هالقاد هي مستحية وده الطف الدو طب اكيده بده تكون مستحية ما انتو بعد تكون جديد على بعض يعني اما هذا الشي كمان الواحد بده يفهم وانه كيف الواحد في يكون مرتاح مع يعني في هالقاد ضغط عليه فمنه مرتاح مع جسمه وفجأة يشلح قدام التاني يكون كتير مرتاح ويعبر عن عن رغبته وعن متعته منه منه ضابط الواحد يعني صعب حتى الواحد بيروح عند الحاكيم بيكون مستحية كيف تا اذا مع شخص بعد ولا مرة شايفه بالعري ولا مرة كانوا موجودين سوى شالحين تهيبون وبحس انه الرجل بيفكر انه نحن منتلون يعني الرجل اجرأ الرجل قادر يكسر الحواجز اكتر الانثة كتير بتاخد وقت فهو بيفكر انه بدي يقارنه فيه لا هو الطريقة التعامر مع جسده نحن مختلفة تماما نحن ربينا على انه جسدك وخبي جسدك فربينا بهذه الفكرة ففجأة بيقولولك انه صار زوجك طب شلحي طب لا لحظة انا بس محتاجة شوية تدريج يعني انا محتاجة خصوصي لما بتكون التعارف اونلاين او بيكونوا خاطبين خطبة فما صار في بيناتهم اي لمس وفجأة لأوحالهم على سرير واحد انه لا بتكتعطيني اقل شي شهر لأخذ عليك وتجرأ يقدر يلبس قدامك او اشلح فالرجل كمان لازم يفهم انه طبيعة المرأة كتير مختلفة بما يخص الموضوع الجنسي نحن محتاجين وقت كتير لحتى نقدر نعمل اصلا اي كونتاكت خلال علاقة الجنسية اصلا اكيد وهذا الاحتشام منه موجود بس بين الرجل والمرأة يعني اذا انت بتروح على سبا ام بتروح على حمام بتستحق قدام غير نساء الرجال بس يكونوا رايحين على النادر رياضة كلهم بيشلحوا احد بعض ما بيكونوا مستحيين من بعض يعني فيه هيك راحة اكتر مع اجسامهم هلأ صاروا كتير بتطلعوا لحجم العضو الزكري مظبوط وبيعملوا نوع من التوتر والقلق بالنسبة لهيدا الشي بس مرتحين اكتر مع العري المرأة حتى اذا بدا تكون حد مرأة تانية بتكون مستحية وما انا مرتاحة انا تذكرت عم تذكر هلأ انه مرة راحت عالتركيا راحت عايك حمام كتير كتير كبير وبتفوت كل النساء شالحة بالحمام جوها والبسج بتعمليك مساج وانا عم تشوك كيف يعني لا وين المنشفة بدأت مسك بمنشفتي ما في لانه مش معاودين على هيدا الشي مش معاودين على هالنوع من التعامل مع اجسادنا انه نقدر نفرج جسمنا بكل افتخار وما نستحي من الجسم يعني نحنا منقل بنتطلع بكل سلوليت وبكل نقطة شحم بكل تعجب بجسمنا معنا هالنظرة الشاملة للجسم اللي بتخلينا على جد نحب جسمنا وهذا شي كتير بيأثر علينا من الناحية الجنسية كمان كيف يأثر على الردى الجنسي بس بدي قليك انه نحنا مو بس بنستحين وجه اجسامنا قدام بعض نحنا اصلا ما منشوف نحنا جسمنا يعني نحنا اصلا ما في انثى بتوقف تطلع على حالة بالمرأة وبتشوف جسمها يعني نحنا اصلا ممكن تكون انثى عن جد ماتت وعاشت وماتت وهي ما شافت جسمها كامل على المراية لانه ما في مكان ما في مكان تشلح فيه انه لا شو في جسمك بس تفاصيل جسمك اصلا انك تكون حافصية او شايفتية هي بتشلح بمكان واحد اذا كانت مرتبطة هو على السرير مع الشريك بس انه لاقو وقفي بالحمام اتفرجي على جسمك وقفي حتى دائما الانثى هلأ بتعمل ليزر او بتعمل شي دوما في عنده هذا التوتر من الانسان اللي عم تعملها الليزر وانه لاقو بتغطي من هون رجلة وحتى بتذكر كان عندي صديقة تقول لي انه انا لما كنت روح بدي اعمل واكس كنت حاول انه خفف الشعر قبل ما روح اعمل واكس لاني خجلانة من تبع الواكس ما انت رايح لعندة تعملي واكس فكيف دي تكوني خجلانة مننا يعني فنحنا كتير عننا هذا التحفظ انه لانه مثلا الشعر بالجسم عندنا مرتبطة بعدم النظاف في كتير عننا اشياء مرتبطة بجذور ما بتشبهنا لا ممكن يكون انتها هي حابة يكون في جعل بجسمها وريحتها بتاخد العائل فنحنا كمان كتير في يعني فيه كالعكيع بيسموها او ترسبات عم توصلنا مرحلة انه لأ انا خجلانة باي شي انه دائما بقول انا من جديد لاشت اوثق بيديي وانا عم بيحكي بالبودي لانجو مجتبعي من دون ما يكون طولة اضافيري وحاطة من يقول انا كان دائما عندي خجر لانه مرة لما كنت صغيرة قالتلي عادة من المعلمات بالمدرسة انه ايديكي كتير ايدين اطفال فانا لو اطلع من صورة اليدين الاطفال صارت طول اضافيري دوما وما بصور فيديوهات الا اضافيري كتير طويلة انه لأ انا مو طفلة انا عمري اليوم 32 سنة وسنة فمن جديد رجعت هلا انه لأ انا عادي اضافيري طويلة وبعمل بودي لانجو وبيحكي عادي فكل اياتها هي الترسوبات اليومية عاشت فينا فبحث انه لأ مهم نواقف على المراية ونواقف ولادنا البنات على المراية اللي يتعرفوا عن جد على جسمنا فهي نلطة اما اللي اجاوب على سؤالك انه كيف بتأثر على الثقة الجنسية عندي صديقة صر لعشر سنين متزوجة وعندها ثلاثة ولاد قالتلي من فترة انه هي ولا مرة عملت علاقة جنسية والضوشها عال امتلتلي ليه قالتلي انه وزني زايد وما بدي يشوف انه وزني زايد بس انه وشايفك يعني وشايفك الحياة العادية انه لا بس على السرير ما بدي يشوفها وزني زايد فحسيت انه قدي هي اصلا حاسة بالعار تجاه جسمها فهي ما حتكون باحسن اداء يعني هي معناتها اثناء العلاقة الجنسية عقلة بس عم بيقول انه يا رب ما يشوفني اسمينة فهي لا استمتعت يعني ما حسيت اكيد بمتعة جنسية ولا عرفت تفصل فبالتالي هو كمان ما حسين ما صار في بيناتهم هاي الكيميستري فهي اليوم صار لعشر سنين زواج بهاي الحالة معناتها فحسيت انه لا احنا ما فيك تستمتع اذا ما كنتي طالع من كل هاي الترسبات اثناء العلاقة الجنسية لتعرفي عن جد تدوري على اثارتك هون مو تبع انا كيف بدي خليه شوفني احلى مثلا في دراسة فرجت انه الوزن وزن المرأة ما انه هو المهم لرضاها الجنسية انما تقبلها لجسمها هو المهم يعني المرأة النحيفة لهي حاسة حالة ما انها ضعيفة كفية كل الوقت بتلاقي عيوب بجسمها وما بتستمتع جنسيا لانه ما بتكون مرتاحة بجسمها المرأة اللي بيكون بركي عندها شوية زيادة وزن ام جسمها طبيعي يعني بينيهي نحبنا كمان نعرف انه اذا الواحد بيعمل تايتوس سورتي ايت اما بيلبس فورتي ما بعرف بيو كيش والإيسات ما انه ما عنده زيادة وزن جسمه جسمه بينيهي طبيعي وهي مرتاحة مع جسمه فيها تكون فورتيتو فورتيفور ما عنده مشكل بأي وزن طالما هو صحي يعني ما انه ما بيسبب له مشاكل صحية اذا هي مشاكل اذا هي مرتاحة مع جسمه بتستمتع اكتر بكتير لانه عجد بتسمح لحالة انا تحس تفصل تسمح لحالة تسترخي تكون موجودة باللحظة وعجد تحس باللحظة مش كونها بتفكر هلأ كيف مبين صدري وهلأ اذا رح يلاحز الحبة اللي موجودة على فخدة والشعر اللي طالع ما بعرف وين ما هو دي كلهم بأسره على الممارسة الجنسية وعلى الشعور بالمتابنية وهذا واحد من أسلاب انه المرأة ما بتحس بالنشوة الجنسية كتير صح مصبوط انه هذا واحد من كتير أسباب طبعا مصبوط انه ما بتكون أصلا بمخة لانه ما بيكون كل مخة كيف انا هاعجبه طب هو حين بسيط طب هو حيشوفني لانه عرفت يعني فيه كتير كتير ضغوطات وخاصة انه دوما عنده ضغوط الخوف من الخيانة الخوف من انه يتزوج عليها فهي لازم تكون كتير بيرفكت بالسرير حتى فكلها هاته هاي الأشياء عم تدور بعقله بنفس اللحظة اللي هو عم يكون عم يعيش أجمل متعة والجنسية معه بنفس هاي اللحظة وبيكون حابي بيشوفها لانه كل ما بيشوفها كل ما بتزيد إيسارته هي بتكون ما إذا كانوا مع شريك لأنه لوحدهم مركزين على نفسهم ما عم بيفكروا بالعيوب اللي هن مفكرين عندهم إياها بس يكونوا مع الشريك صاروا مركزين عم بيتفرجوا على جسمهم من بره عم بتأكدوا انه الشريك مبسوط فهذا كلهم عم بيأثر على متعتهم ما بيخليهم بقى يستمتعوا في بعض النساء أصلا ما بيحبوا شكلهم بس يوصلوا للمتعة فبيمنعوا حالهم أنه يوصلوا للمتعة لأنه بيخافوا أنه الشريك يشوفهم هنا وعب بيخسروا الكنترول يعني ما بقى عندهم سيطرة في سيدة قالتلي أنه ما بيحب أنه يشوف وجه كيف تعبير وجه بس بوصل للنشوة فبفضل تصنع النشوة بس كون معه يعني كتير عنا هالصورة السلبية أم السيئة لأجسامنا لتصرفاتنا لأنه أصلا اللي منشوفه بالأفليم ما انه واقع أبدا يعني هلأ في سيريز كتير بحبها هي أوتلندر على نتفلكس كتير فيها بقلبها هيك مناظر و love scenes يعني كتير مشاهد حب وممارسة جنسية بس أنه هذا كله تمثيل نحنا ما منكون بهذه الطريقة أجسامنا ما بيكونوا هيك أصلا بس نمارس الجنس وبدنا نتقبل هيدا الشي وأصلا هل المرأة بصير تطلع على الشعر وعلى الحبة وعلى السلوليت عند الرجل أم تطلع بعيونه أم تطلع أكتر بتسمع نفسه أم تحب تشده على جسمه أنا هون بنا نطلب من كل المرأة كمان تشوف هي كيف بيكون تصرفها بالنسبة للرجل تتقدر تلاقي هالنوع من التقبل مع جسمه هل في خطوات عملية اليوم أنت بتنصح فيها خاصة اللي بيعملوا معيك استشارات عن كيف بيفصلوا بخلال العلاقة الرسية يعني كيف عن جد الأنت هتبطل تفكر بصورة جسمه وشاف صدري لأ شاف الحبة لأ 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 شو المفروض يعملوا نحنا عادة ما نبلش بالتوافق تنقول التسامح بين المرأة و جسمه قبل ما تكون هي والشريك يعني تقدر متى ما قلت تطلع بحالة بالمرأة تتقبل جسمه تحب جسمه قبل حتى ما تحب جسمه تسأل حالة تسأل حالة طب جسمي شو حاجته شو بده وين أنا لازم اعتني فيه شو لازم اعطي لأن أكتريت هني سأر رح تقليك بيتحمموا كتير بسرع ما بياخدوا وقتون ما بيحبوا يحطوا كريمات إذا بيحطوا كريمات بيكونوا عم بيفكروا أنت الجلد ما تنشف أم كرميل ما خطير مش كرميل يعملوا مساج لنفسهم أم يمتحوا نفسهم ما بيعطوا وقت لنفسهم حتى إذا بديك مثلا تعملي دوفيريك الواحد فيه ينبسط بهذا الشي وينبسط باللون بالضفر دائما مستعجلين موظبو تركض بركض بركض من دون ما الواحد عن جد يهتم بهذا الجسم بس المرأة تكون جوعانة وتفكر ها هيدا هالأد كالوريز وهلأ هيدا هالأد كالوريز أحسن تكون مركزة على ريحة الأكل طعمة الأكل نكهة شو عم بتشوف قدامها كيف الأكل عم بيفوت على جسمها الأنرجي لهالأكل اللي فيه عطيه وهيدا الشعور بالسعادة وبعدين نطلب مننا أنه بس تكون مع الشريك تضبط الأدوية مثل ما هي بتحب تبلش بما لابس داخلية هي مرتاحة فيهم مش هيكون عم بشدة أم عم بضيقة وترجع تركز على الأحسيس على الحواس وإذا بينسبها أكتر بالأول أنه تربط عيون الشريك ليه لأ تشوي شوي تكون مرتاحة أكتر ايه تكون على طبيعتها تشوي شوي تتعود أنه تكون معه مدون ما يكون مدون ما تكون ربطت له عيونه وهذا الشي بيخد شوية وقت يعني كمان إذا الواحد بيستحم مع التاني بيعطي وقت للمساجات والتدليك هون الواحد بيرتاح شوي بيرتخ شوي بيصير مرتاح أكتر بيفرج أكتر والإيصارة بتسمح لنا أنه نشلح يعني بده يكون في هيك نوع من الإيصارة المتدرجة مش هالضغرة منشلح تشيبنا لأنه كل ما رح يكون في إيصارة كل ما المرأة رح تسخصخ بالبوسة وباللمسة وبالهيدا كل ما هوني رح ترتاح أنا تشلح لأنه كل ما بتعلي الإيصارة كل ما نحنا ما بقى منفكر بالعيوب وبالمخاوف بأجسادنا بس بدنا نسمح لحالنا أنه نحس بهيدا الشي بس حبيتها يا فكرة تغميضة العيون تروح فيرل على السوشال ميديا لأنه من فترة لما عملنا أنا وياكي بودكاست كمان قلنا إنه إذا عندك مشكلة مع الشريك فروحي خبري الشريك فباك تخيل يكمل رسائل اللي وصلني إنه أنا بعدت له على الواتس أب لأنه أنا برتاح كتابي فصار يقولولي إنه أنا بعدت له على الواتس أب كتابي وقلت له المشاكل وإنه غزل حاولنا نحلها ولقينا حلول وكانت مفاجأ إنه الرجل كتير مبسط لما عرفت إنه هي عم تحكي بالمشاكل نحن قاعدين صورة أوقات كتير مختلفة عن الرجل لأنه هو كمان أكيد بيحب يحس إنه الأنثى اللي معه بالعلاقة هي كمان سعيدة فهي فكرة إنه يغمض عيونه بتخيل هي فكرة لطيفة كبداية يعني عن جد لحتى نقدر نتصالح مع أجسامنا ما في كتار في قدير رجال ضايعين لأنه بتقوله لأ هيك مش حلو مما مبسطت وما بتقوله كيف لأنه بتقوله أنت لازم تعرف بكون هو ضاية ما بيعرف نوين بده يبلش ما بيعرف شو بيبسطها وشو ما بيبسطها ويعني الحكة والتواصل كتير مهم وإذا هي بتحكي وبتقول لك أنا كتير مثلا تشعري بلشي بياد أما أحسي حالي نصحاني بهالمنطقة أما أحس صدري منه كبير كفي أما بالعكس أما كتير كبير ماني مرتاحة مع هالمنطقة لجسمي أنه يتطلع فيه ويقول لا أنا بحبك مثل ما أنت وخليني اهتم به هيدا المنطقة فالواحد بده يقدر يطلع هالأفكار اللي عنده إياه براسه ويحكيهم على صوت عالي أول شي يشوف إذا أصلا هالأفكار بينفعوا يعني شو المنفع تبعون لهم عكل أحوال شو بيفيدونا أنه نعيد كل هالأفكار براسنا وكيف الشخص التاني رح يتلقيهم وإذا أصلا بالأساس نحن منتعطى بهالطريقة بالي منحبهم ما بنحكيهم هيك أصلا ما بنتطلع فيهم هيك ليش غيرنا بدوا يتطلع هيك فينا هو كتير مهمين كرميل الواحد يقدر يغير نظرته لنفسه بالأول يقدر يشوف حاله بطريقة نوترل يعني إحدية مش ضرور الواحد يكون مغروم بحاله تشوي شوي يصير فيها علاقة اللطف مع جسمه مع حاله وبعدين الحب يعني الحب بيخد وقت ما فيه يكون هيك من أول نظرة يعني سح وصيب أعترى السبات الطفولي في بدي أقول بس أنه عندك حلقة بودكاست بدي عن جد أنصح الكل هلأ أكيد يسمعها أنت عملتها بعيد الحب وكان فيها أسئلة قلت أن الشريكين يتبادلوها مع بعض كتير هاي الحلقة المميزة وبحس كتير نقطة حلوة أنه الشريكين يعملوا مع بعض مثل هيك سهرة عن جد ليلية رومانسية ويسألوا لبعض هاي الأسئلة لأنه كتير بتفتح مجالات للمعرفة عن الرغبة الجنسية للطرفين وبدي يطلب منك إذا بتعمل سلسلة تريل عن جد على السوشال ميديا فيها أسئلة تتوجه للشريكين بتخصل علاقة الجنسية يعني أنه أسألي شريكك هادي السؤال فأنه عن جد هيك ممكن أنه نكسر حواجز أكتر ونصير عن جد عرف عن بعض أكتر اي لازم لازم أعمل فكرة كتير كتير حلوة ورح رح اكتبها فكرة الأسئلة ما كانت حتى فكرتها كانت فكرة البروديوسر هلأ كريم بيكون عم يسمعنا كانت فكرته هو تعفي في قصص نحن ما منفكر فيها لأنه نحن مش رجال بس هو قال لي أنه أنا كتير بتعلم من البودكاست تعبوا لك وبحب بركي أنه إذا بيكون في هيك قصص أكتر تطبيقية أنا عارف كيف فينا أنه تصرف مع شخص التاني فهو أعطاني فكرة الأسئلة وقتها نازم دايما يكون فيها الحوار مع الخير أنت بتفكري أنت ديفولت أنت بتفكري أنه هاي الأسئلة ديفولت بس هي لا يعني أنا فترة عملت هيك سلسلة أنه اسألي شريكك هيك بالسهرة فواحدة من الأسئلة كانت أنه شو أكتر موقف عمله مؤخرا وحباتي والله العظيم الأجوبة اللي صاروا يجاوبوا لبعض وطولوا لي هي ما كانت خاطر لفا فكان فيه شي لطيف فبحث أنه يمكن كنت تفكري أنه لا أكيد سألوا بعض هات السؤال بس هو لا ما في شي ديفولت بالعالم اليوم لأنه فعن جد مري سلسلة الأسئلة هي هيك طلب على خارجي الأسئلة مهمين والذكريات مهمة لأنه الأزواج والكوبلز الشركة بينسوا بينسوا الماضي بينسوا ليش نعجبوا بالتاني بيصيروا مركزين على كل شي سلب ما بيتذكروا الإجابة والواحد يتذكر الإجابة شي كتير كتير مهم لأنه أصلا هيك الواحد بيكمل بالحب مع الشخص الثاني غزل أنا كان بدأت أسألك هل بتلاقي أنه هالمعايير الجميل اللي عنا إياههم عجد عم بتخلي الأشخاص يروحوا يعملوا جراحات تجميلية أنا أنت حاسي مثلا الطلب قلتي لي بعد الكوفيد في دراسة أبدأت أنه زيدوا الجراحات التجميلية هل بالنسبة لقالك هذا الشي عم بيزيد كل الوقت ومش يعني بكل البلاد أم بالبلاد العربية أكثر من البلاد الغربية هلأ صعب شوي يجعوب عن المرأة الغربية لأنه أكيد أنا محتكة بالمرأة العربية أكثر بس عم شوف حاليا لما بفتح أي موضوع تجميل فيه فئتين الفئة الأولى رافضة قطعا لعمليات التجميل عم تحاول تتصالح مع عيوب بجسمة أو معيوب بس هي الشي ما بتحبه بجسمة وتجبر حالة على التصالح معه وفيه أتاني عم تروح للإكستريم فأنا بحس أنه لازم يكون فيه فوية في أوسط أنه إذا فيه شي ما بتحبيه بجسمك وقادرة تصلحي بالتجميل وعندك هاي الرغبة أنا ما بشوف بصراحة التجميل غلط يعني إذا اليوم أنت ما بتحبي أنفك ما بتحبي كتير عادي أنه عن جد الإنسان مثل ما أنا قلت قبل شوي على البوتوكس مثلا فعادي أنك تروحي بس دوماً بقول اسألي حالك عن الدافع أنا ليه رايح أغير أنفي إذا رايح تغيري أنفي كرمال شخص آخر فأنا برأي أنه ما تروحي لازم يكون الدافع كتير شخصي من جوه أنه أنت هتكوني أسعد أو هتحبي حالك أكتر وبنفس الوقت اللي عم يعملوا الأشياء اللي ما أنا ناتشرل واللي عم تطلع كتير عن الحدود الطبيعية لازم يعرفوا أنه هو هيك إذا هنن عم يسعوا لإعجاب الطرف الآخر فمثل ما ذكرتي أنت قبل شوي أن الرجل قد يميل اليوم أنه اللي يكون عنده طابع جمالي مميز أنا عن جد أوقات ساندرين بشوفهم مستيلات فكرهم هنن بعض يعني أنا ما عد فرقت عن جد هاي المطربة عن هاي المطربة لأنه ننتماما نفس الأنف ونفس الشفايف فبتحسي أنه صار فيه طابع لا أنه نحن حلوين بجمالنا المتميز أصلا أنا ما بشبهك ما بتشبهيني بس نحن الاثنين حلوين مثلا فبحس أنه إيه محتاجين شوي نعمل بلانز بين الموضوعين لا نرفض هون ولا نروح كتير أكستريم كمان وأنا هوني بحب أذكر كمان أنه بالنسبة للأضاء التنسلية لأنه هلأ صار فيه كتير جاحة لتغيير الأضاء التنسلية إذا عن جاد المرأة هي مدىقة من الشكل وهذا الشيء كمان عم بيسبب له مشاكل وظيفية إيه الواحد فيه يعمل جراحة تجملية أم ترميمية للأضاء التنسلية إنما إذا المرأة عم تجرب تشبه ممثلات أفلام إباحية أم عندها الفكرة أنه كل شيء زهر كل شيء أصغر كل شيء هيك موضوع مكيوت أحلى أصحى الواحد يعمل ساعتها جراحة لأنه الجراحة فيها كمان تأثر على الأحساس وبنهي نحن أعضاءنا التنسلية موجودة لتعطينا إحساس مش لشكلها مش شكلها المهم هو وظيفتها المهمة وإحساسها المهم لأنه فيه دايما كنت عم تحكي عن البشرة البيضة والسنان البيض فيها تفتيش كل الوقت إنه الأعضاء التنسلية إذا يكونوا أفتح ما كلمة من نحن نجرب نبيض هالمنطقة كلمة عم ننشفها كلمة هي ما عم تقدير تتجاوب مصبوط كلمة بركة تعطي تعمل أوجاع احتكاك تهيج إثناء الممارسة الجنسية وما تكون أنت بقى مرتاحة مع عضائك فالواحد بدو ينتبه لهذا الشي ما عنا شي ضد التجميل أبدا إذا عن جد فيه مشكل بس بنا نكون مواقعيين كمان مصبوط هذا شي كتير مهم أنا أسفة إلك إنه فيه طبيب نسائية على الانستجرام أنا متابعته نزل من فترة فيديو كتب ثلاث خطوات لحتى يحبك زوجك ويحب العلاقة الجنسية معك كانت أول واحدة إن الخطوات هي تبيض منطقتك الحساسة والخطوة الثانية كانت تعطير المنطقة الحساسة وكان عم ينصح النساء بأنواع من أنواع العثور بتنحط على المنطقة الحساسة هو عن جدها الدكتور النسائية والله العظيمة عدد الشير واللايكس على الرير بيخليك تنصدمي كيف يعني ثلاث خطوات لتحب إليه يحبك الشريك إنك تبيضي المنطقة الحساسة كيف ممكن الإنسان فالزعيلة تعالى تعليقات النساء اللي عم يعملوا منشن لبعض إنه قف خلاص ثلاث نصائح لا يحبني لا هو إذا بدي يحبني مشان هدول ثلاث نصائح فلا يحبني بسراحة مالكار ديشنز هالله مطالعين كمان جامي بتحطيها بالمهبل كرميل تغير ريحة المهبل ما هو ده كلهم بيقزوا هاي ده المنطقة وأصلا نحن عنا روايح ما عم بيحكي عن ريحة العرق آخر النهار اللي أكيد الواحد بده يغسل من بعدها بس أثناء الإيسارة الجسم بيفرز مواد هي أصلا هالمواد معمولة لجذب الشريك فرويحنا روايح طبيعية حلوة بالنهية حتى ريحة العرق بعض الأوقات عم بيحكي هون العرق بس وحد عم بيمارس رح يعرق شوي فيها تكون ريحة حلوة مانا ريحة بشعة إن الواحد بده يقدر يفهم ويكون عنده هيك علاقة عن جات صحية مع جسمه وبفتكر التغيير مثل ما أنت قلت بده يبلش مع الأطفال كيف عمل ربي بدأتنا وشبابنا كرميل نبلش بهذا التغيير وإجينا كتير أسئلة عن هذا الموضوع بس قبل ما ننتقل لأسئلة المستمعين رح نسمع هيك بعض النصايح لمقاومة معايير الجمال الصارمة أولاً كتير مهم أنك تعرفي أنه العديد من النساء بيواجهوا تحديات بسبب معايير الجمال الصارمة المجتمعية وليزي لك رح نعطيك بعض النصايح لمكافحة هيد المعايير أول نصيحة هي منها الأدهينة إنما الواحد بده يجرب ينميه ويغزيه هي السئة بالنفس بعرف أنه صعب أنه نطور السئة بالنفس إنما هو أمر كتير مهم فدايماً نتذكر أنك أنت بتستحق الحب والإحترام والرضى بغض النظر عن شكل جسمك تاني نصيحة كمان منها سهلة إنما كلما الواحد بتمرن عليها كلما بتصير أهياً هي التقبل الزيتي تعلمي عن جد أنك تتقبل جسمك مثل ما هو مش يعني بتتوقفي أنك تحقيق أهدافك الصحية أما غير أهداف أنت بتحبيها العلاقة باللبس أم بالمكياج أم بشي تاني إنما أنك تحيي وتقدري جسمك بكل مرحلة من مراحل حياتك شو ما يكون عمريك وحتى إذا أنت بتدورة أم حامل أم بعد الولادة تالت النصيحة هي التواصل تحدث بصراحة مع الشريك كرميل عن جد التعبري عن مشاعرك والضغوط اللي عم بتحس فيها هيدا التواصل كتير مهم تيعزز القرب العاطفة وهيدا الشي كمان رح يقدي لتحسين القرب الجسدي رابع نصيحة ركزي على راحتك يعني بدل ما تركزي على مظهر جسمك أول شي ركزي على مدى الراحة اللي أنت بتحس فيها نقي مثلا تياب اللي بتحسسيك بالراحة وبالثقة بالنفس ما تنقي تياب تضيق عليك أملي ما بتريحك بس تكون اللي بسيها خامس نصيحة تعامله مع الضغوط الاجتماعية دايما نبحسي عن دعم من مجتمعات بتعتبر الجمال هو موجود بجميع الأشكال والأحجام تواصلي مع غير أشخاص عم بيمروا بنفس التجارب كمان هيدا الشي فيه ساعدك أنك تخفف الدغوط الاجتماعية وديد ساعتك بنفسك على فكرة حتى التوب مودلز أم الممثلات اللي نحنا بس نشوفهم نعتبر أنه عن جات جسمهم مثالي بيعانوا من الدغوطات الاجتماعية وكمان كل الوقت ما بيكون عندهم الثقة بنفسهم وبشكلهم كتير مهم أن الواحد يتقبل نفسه سادس نصيحة إذا أنت عم تلاقي صعوبة كرميلة تتعاملة مع هيدا المشاعر تلبي المساعدة شيك تستشيري مستشار نفسه أو طبيب نفسه رح يساعدوك كرميلة تتعاملة مع هوا المشاعر وتطور استراتيجيات لتحسين صورة الزيت تذكري دايما أنك أنت جميلة مثل ما أنت وعن جات تستحق أنك تحس بالسعادة والراحة بحياتك الجنسية غزل جينا كتير تعليقات وأسئلة عن الموضوع وخاصة من أهل يعني فيه سيدة عم بتقلنا أنا أملة طفلتين وكتير قلقة بشأن الرسائل اللي عم بينقلوها حول الجمال والجاذبية كيفيني علمون أنه الجمال بيجي بكل الأشكال والأحجام والألوان ومش بس باللي منشوفه بالإعلام أوكي دوما نبقول أنه الثقة بالنفس إلى مصدرين مصدر داخلي ومصدر خارجي من عمر صفر لعمر خمس سنوات بيكون المصدر الأساسي للطفل اللي ثقته بنفسه هو مصدر داخلي اللي هنا الأم والأب وكمان مثلا الجدة الست ومع الوقت بيصير المدرسة وهكذا فكل ما بيننا قاعدة ثقة بالنفس قوية بالخمس سنوات الأولى كل ما الطفل بيكون تأثره بالملاحظات وبالتأثيرات الخارجية هو أقل لأنه دوما مثلا اليوم إذا أمي قنعتني من لما كنت صغيرة أنه أنا عيوني كتير حلوين مهما شفت دعايات عم تحاول تأثر على أنه مثلا تكبير العيون أجمل بيظل دوما عندي قاعدة قوية انزرعت بطفولتي بأنه أنا عيوني حلوين فكتير تعليقات حلوة وشعرك حلو وصحيتي حلوة وأصبيعك حلوين وخاصة من الأب للبنت مو بس من الأم لأنه دوما المدح من الجنس الآخر بيكون إله أثر مختلف عند الأنثى وهذا شي كتير مهم لأنه نظرة البي لبنات وكتير بيأثر على البنت أنا بتذكر بتغيرت مدرسة من بعد الحرب نحنا كتير رياضيين بالعيلة جدّة كان بيعلم رياضة وبيّة كان بطل لبنان بالسباحة ففي عنا هيدا الرياضة كتير مهمة بالنسبة لقلنا فكان عمري باركة عشر سنين بوصل على هالمدرسة الجديدة بيقولهم أنا بعمل رياضة طيضة الجسم حلو يعني على العشر سنين مش معقول واحد يحكي بهالطريقة هذي كانوا حكية تباية يعني شوف قد الحكة بيأثر علينا هلا كان تأثير إيجابي لأنه بعدنا أنا شخص كتير بيحب الرياضة ومش لتزبط شكلي لأنه بحب الشعور بس حرك رسمي بس حرك عضليتي بس بس حس حالي عم بتحرك يعني عندي هالعلاقة الحلوة مع الرياضة مش مش بطريقة تكون سلبية بس هده شي كتير مهم لأنه الأب كتير بيأثر على الأطفال ولا الأسف ما بيحطوا مجهود كفية لا على فكرة قبل ما يجي أبوها دوما لما بتكون عرفاني جاية بابا ياخدها بتحط قوس على شعراتها بتلبس فستان أو قد تحط حلق فأنا ببعت له على الواتس أبو إبنا يجي إنه هي هلأ حاطة واحدة ثلاثة في بليز وقت توصل انتبه فهي بتتجمل وقت يكون جاية بابا يعني إنه خلاص بالنسبة لإله هذا الرجل هي محتاجة إنه تسمع منه كلمة مدح وجعبالة يشوفها حلوة فسبحان الله عن جديك كيف تكون العلاقة بيناتهم أصلا مختلفة عن علاقتها بالأم مضبوط وحتى علاقة الشاب بيبيه يعني بالنهاية فيه رجل عم بيقلنا إنه هو عم بيحس بقلق بكيفية تأثير النماذج النمطية للجمال على زوجته مش على أولاده وحابب إنه يدعمها ويحسسها إنه هي مرتاحة مع نفسها كيف يعملها شي يعني عم بيقول أنا بيقلها أنا حلوة يا أول شيء هذا الرجل من أنه جهله تحية هذا لازم من أنه جهله تحية أول شيء طبعا بس في كثير أشخاص هيك على ذكره أوكي ما بعرف ليش يعني ما بعرف ليش دائما على العموم أو على السوشال ميديا نشوف الجانب الآخر هل لأنه النساء ما بتحكي أو لأنه ما بنشوف هاي النماذج الإيجابية بس أنا فعلا تفاجأت بهذا السؤال يعني أنا بحس إنه لا نسب كثير نادرة من الرجال اللي ممكن تفكر به بيألهين زوجتهم وبحبوها مثل ما هي في العكس صحيح كمان ما بقلك أنه ما في رجال بيقولوا ما بعد الولادة نصحيت وما بتهتم بشكلها ايه وهو موجودين بس في رجال أصلا بيكونوا اختاروا زوجتهم لأنه هي على طبيعتها فكيف في دعمها كيف فيكون دعم لإله بتخيل بالتعليقات وأديها يعني أديها أصلا مستوعب الفكرة وحاسس فيها فكتير سهل إنه ينقل أديها حلوة وأدي يعطيها جمل مدح أصلا بنفسها وهيك عن جد لأنه مثل ما قلت التعليق من الرجل عن جد كتير كتير بيلعب دور يعني إذا إذا الرجل قال لي إنه إيدك حلوة فأنا فعلينا بصير بشوف إيدي حلوة عن جد وعن جد ما بعرف شوفي طريقة اليوم من سؤاله إنه عن جد نبلش نظهر هي النماذج الإيجابية لأنه قد تكون المرأة ما نعرفاني إنه هل قد جوزة مهتم يعني ما بعرف إذا هي حاسة هذا مثلا صاحب السؤال ما بعرف إذا هي مرتب تعرف قد هو مهتم بأنه هي تكون واثقة بنفسها عن جد فبحس كتير نطة مهمة إنه هو يخبرها كمان أيه وهون بدنا نشجع الرجال إنه ينتبهوا للتفاصيل الصغيرة لأنه هذا شي بيفرج أنه هنه مهتمين بالشخص التاني لأنه بعد الأقوات المرة بتقص شعرها أم بتغير لون ضفيرة أم بتجيب شي جديد والشخص التاني ما بيعلي على الموضوع بيكون انتبه بس لأنه في تعاب وفي مسؤوليات وهيك ما بيعلي على الموضوع حلو الواحد أنه يفرج أنه لاحظ الشخص التاني لاحظ الشي اللي عمله تيفرج للتاني أنه أنت موجود بحياتي وأنا شايفتك أم شايفتك هده شي كتير مهمين في سيدة عم بتقلنا أنا امرأة بالأربعينات وبحس أنه الصقافة الجنسية بتعتبر النساء الأكبر سنة أقل جاذبية كيفيني واجه النماذج النماطية وحس بالثقة بجاذبية الجنسية بتخيل هاد الجعوب عندك أنت أكتر يعني أنت قادرة جعوبية من اختصاصك أكتر وهوني أنا بلاي أنه بدأت تفتش على وسائل التواصل الاجتماعي لمنصات وين في نساء بيشبهوا وتشوف وين في ممثلات كمان بيشبهوا يعني فيك تاخد جين فوندا اللي هي صار عمرها 86 سنة واللي أوكي هل عاملي عمليات جميل ما عم نقول لا بس مش معقول شو حلوة هلأ بيضت شعراتها وفظيع وعملوا سير كتير حلوة على نتفلكس فرانكي بيحكوا عن حياتهم جنسية هنا عمرهم 60 و70 فالواحد بدوا يفتح شوية وكيف صاروا يعملوا ينقوا الشركة وهيكا لأنه بتقلقوا عن أزواجهم وبيصيروا أنه عندهم رغبات جنسية بيكونوا مستحيين بالأول بعدين بيقدروا يحكوا عنهم فالواحد بدوا يروح يشوف ويفتش على الناس اللي بيشبهوا بدين ما يشوف هؤلاء الأشخاص اللي كلهم مشدود وجرون وكلهم صغار بالعمر أنا بشوف سبايا بيكون عمرهم 25 سنة بالعيادة وبيكونوا خيشين أنه يكبروا وبيتطلع فيهم هيك بيقولوا لأين مرة بعد الأربعين ما بتسوى شي خلص شو رح أعمل بيكون هي بعدها كثير بعيدة أصلا من الأربعين ومنها مستعب واحد كلما بيكبر كلما أصلا جويت نفسه بيضلوا حاسس حالوا نفس العمر بس بيكون بيصير مرتاح أكتر مع نفسه وهذا اللي حلو بالعمر أصلا لأنه الأمور المهمة بتتغير يعني بس يكون عمرك عشرين كتير بتصير تدائع إذا عنديك حبة طالع بوجتك بس يكون عمرك أربعين إخرهم يكون في حبة بوجتك مهام دهرك برك ما يوجع لأ قادرة يعني يعني عمل شيء أو على أربعين سنة أو بعد السن اللي بسموه أصلا سن اليأس لأنه كل شيء متعلق بالخصوب يعني حاطين يعني بالمجتمع ما نفكر أنه المرأة بس توصل لأمر انقطاع الطمس اللي هو منه أبدا سن اليأس أنه هي ما بيعود عندها رغبة جنسية جسديا بيضل عندها رغبة جنسية نفسيا إذا هي مستعدة بيضل عندها رغبة جنسية المشكلة الوحيدة هي الترتيب لأنه الأستروجان هو هرمون اللي بيسهل الترتيب بالمهبل بس فيه هنا مساعدات ما الرجل بس يكون عمره خمسين سنة وستين سنة كمان عنده قل تدف قدام بالعدد زكري ومنعطيه أدوية للانتصاب نفس الشي للمرأة منعطيها أستروجان مهبلة منعطيها مظلقات كرميل يضل فيها الترتيب كرميل ما توجه إثناء العلاقة الجنسية بس البذر عفكرة ما بيختير بيضل قادر يوصل المرأة لنشو شو ما يكون عمره والواحد فيه يمارس الجنس بغير طريقة مش ضرور يمارس بطريقة الإلاج إنما المرأة خمسين ستين سبعين بدل فيها تمارس الإلاج يعني الجنس مع إلاج إذا شريكة قادر حسب كمان عمر شريكة بعد الواحد بيضبط يعني بيخير ممارساته الجنسية أنا كان عندي قبل هو عمره 80 وهي 78 كان هو عبيت له علاج تيصير عنده انتصاب بس قلت له أنه أنت أكيد مرتك بدا قال لي أنا كرميلة هي نحن ما رح نعمل شي بس بدايها تحس أنه أنا بتجيوب بس هي تلمسني يعني هنا أنا دبت يعني أنا معقول في عالم هيك شو حلوين شو كانوا مهدومين بس حتى هي صورة نماطية لأنه نحن نفكرين أنه الرجل دائما بيقولوا أنه زوجته كبرت أم راح تزوج لأنه زوجته كبرت فما عد تقدر تعمل معه شي أبدا أبدا ما إلي علاقة لأنه هي مرتبطة بالتستوسيران والتستوسيران بيظل موجود مع انقطاع التمس هلأ كل شخص مختلف فيه أشخاص انقطاع التمس كثير بيأثر عليهم سلبيا هنا فيه علاجة بس فيه دراسة فرجت أنه الرغبة الجنسية عند المرأة لبعد الخمسين متعلقة أكتر بنمط الحياة مما انقطعت ملأة إذا هي بعدها عم تشتغل إذا هي نشيطة بحياتها إذا هي مكتبة أم ملأة هو دي اللي أكتر شي بأثره على الرغبة الجنسية عند السيدة أكتر من ما غير شي أنا هلأ عندي قبل هي عمره 68 وهو عمره 66 وهي عندها رغبة أكتر منه جايين كرميل ويعني هو عم بيكون عنده مشاكل بالانتصاب وهي بالعكس أنه كل شي تمام وبدأ يعني هي اللي عم تحط الضغط عليه يعني انتم طلقين ورجعوا هلأ تزوجوا عن جديد سوى يعني ما صلوا زمان التوجين ففي ايه في ناس بتتزوج على عمر متأخر زيجة تانية أم حتى أولى أم تلتة حسب كل واحد وفيهم يكملوا بحياتهم الجنسية بس بدون يكونوا مرتاحين مع نفسهم هذا شي كتير مهم في دراسة فجت كمان أنه اللي بيكونوا أكبر سنا فيهم يكونوا أكتر رضا جنسيا لأنه صار بيصير عندهم نضوج بالنسبة للجنس والتوقعات الجنسية فمن بيعودهم ركزين على الأداء وعلى الشكل بيصيرهم ركزين أكتر على الاستمتاع والمتع والمشاركة فالواحد كمان بينضج يعني بس واحد يكون عمره عشرين بس يكون واحد عمره عشرين مركز على كتير قصة صغيرة مما إذا كان عمره خمسين أم ستين في فتاة عم بتقلنا أنا عمري عشرين سنة وكتير عم بعاني من الضغوطات الجميل المجتمعية أنا حاسة أنه لازي بغير جسمي تكون مسيرة كيف فيني اتقبل نفسي شفي أنا أول خطوة دائما بطلبها وعملتها أنا شخصيا هي تعمل انفولو الغاء متابع على كل اللي حسابات اللي بتحكي عن التجميل واللي أصحابها بيحطوا فلاترز اللي عاملين تجميل لأنه بس تعمل لهم انفولو والله العظيم خمسين بالمئة من المشكلة بيبلش يختفي لأنه أوقات أنت قد ما بتصري بتشوفي تكرار الشفايف اللي كبيرة بتصري أنت عما بتوقفي علم رأي بتشوفي شفايفك صغيرة فأول خطوة دائما بالنسبة لإلي هي الانفولو بصراحة وبحسة أنه بتحل كل المشاكل اللي عن جد عم بتتعرض له بسبب السوشال ميديا سوشال ميديا بتشي بيدحك لأنه أنا بس حط كمهين فيديوز أنا ما بحط حمرة أبدا ما بلايه حالي مثل هيك المصطنع يعني مثل حاطي تباينت على وجه ما برتاح فكثير بيحطوه المساجز أنه روح يكبر شفافك أنا شو شوالكم معي مع شفافة يعني يعني بيصيروا يطبقوا عليك اللي هن متعودين عليه اللي في اكزاكلي فهيك واني نحنا بدنا نقدر أنه نشرجع الكل أنه يعملوا هالطريق مع نفسهم طي يقدروا يتقبلوا نفسهم وكمان يختاروا شريك بيتقبلون يعني ما بدنا كمان نفوت بفخ أنه نكون مع شخص بالأساس منعرفه هو عنده هالنوع من التفكير لأنه ساعتها كتير علاقتنا مع شخصتين رح تكون صعبة المرأة اللي بتحترم نفسها أحسن ما تكون مع شخص رح يطلب منها أنه تروح تعمل عملية من خارة أم رح تروح تضعف حاله على الفكرة هذا كتير بيبين بمرحلة التعارف أصلا يعني وقت بمرحلة التعارف بيكون عنده طلبات معينة بكرة بعد الزواج ممكن مثلا تعملي بكرة إذا وجبتي ولاد رح تسمني عن جد هاي كتير ريد فلاق كتير كتير ريد فلاق إنه ما رح يتقبله بمراحل حياتك المتغيرة أصلا فكتير بحب إنه بمرحلة التعارف طلعي قدامه مو دائما مو دائما عملي ميك أب لا ممكن عادي شي يوم تطلعي معه أنت لابسة يا برياضة وشعرك لفوق ومن دون ميك أب شوفي ردة فعله يعني شوفي أصلا شو ردة الفعل اللي رح يعطيه لحتى تقدري تفهمي ده هو قادر يتقبلك بكل صورك وبكل حالاتك أصلا أنا زوجة فرنسي بس تعرفت علي اللي مش معقول بنات اللبنانية عشية شي والصبح بس في أحدهم بيكونوا شخصتين يعني وقتا ضحكنا كتير ده ده بني هيم مش كل الرجال بيحبوا هيدا شي وفي نهار رح يشوفك من دون ميك أب أحسن الواحد يكون صريح من الأول ويفهم الشخص التاني من الأول هل عنتك هيك نصيحة أخيرة غزل قبل ما نختم هيدا الحلقة بصراحة بقول أنه هي رحلة التشافي أو رحلة التصالح مع الجسد كتير تأخذ مننا وقت نحنا بعد ما جاوزنا عمر معين فبحب دوما نقول أنه ما نستنى لحتى نحنا نتشافة تماما ونحب جسدنا تماما لنبدأ مع بناتنا لأنه بيكون الوقت مضى فحتى إذا نحنا هلأ عم نعيش لسه رحلة أنه نحب حالنا بحب أنه نبدأ اليوم أصلا مع بناتنا حتى بس نحاول أنه ما يرجعوا مميزة وقوية ومليانة ثقة مع جسدها هنا أنا بحب زيد أنه مش ضروري نسمي البنة أميرة ويشو حلوة كمان نشجع على غير أمور عند إياها يعني فينا الليشو كرياتف كيف تعفت لب الألوان كمان نمدح زكاها نمدح الفضول تبعولها نمدح غير أمور فيها مما نركز كل الوقت على الشكل لأنه نحنا كمان بس نحكي مع البنات الصغار كثير من نركز على الشكل صح هو كمان ديزني وأميرات ديزني والباربيز وا 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 من فترة لقيت كنز قادة مع رفقتها ففتحوا التلفزيون أنا عم بيسمعونا من الغرفة أمات لها رفقتها أنه خلينا نشوف هذا أمات لأمامي ما بتخلينا نشوف شي باربيز فأنا فعلا حطيت معه فيديو باربي من هدول الكارتون اللي بيطلعوا وقلت لأ نطعين نشوفه كله شو استفدنا طيب ماما إذا ضليت عم تشوفي ناس حاطين ميكياج كل الوقت أنت حصير تحبي أنك تحطين ميكياج فكمان مو دائما البارات لازم يجوفوا أفلام ديزني وساندريلا ومو هاي الأشياء اللي هنا لازم دائما يكونوا فيه كتير برامج أطفال تانية ما فيه هالميكب وهالأشياء كلاياتها وبحب كتير قدي هنا نمركزين بيء البرامج الغربية اللي فيه أشخاص حقيقيين أنه بتطلع المزيعة أو المقدمة ما نحطها ميكياج برامج الأطفال بتطلع هيك مثل ما هي تماما حتى بيجيبوا ذوي إعاقة أو أطفال لحتى خلص الطفل يبلش يتقبل أنه نحنا بحالتنا الطبيعية فكمان هاي نقطة بتخيل أنه الأمهات يبلش وينتبهوها على المحتوى اللي عم بيشوفوا أطفالهم على التلفزيون مضبوط مضبوط نحن ببلدنا سنعن نلاحظ أنه الصبايا عم بيعملوا عمليات جراحية قبل الـ 18 حتى لأنه عنا كل هالنماذج الخاطئة بدأ نبلش نصلحهم وبعدين إذا الصبية بعد الـ 18 هي مش مرتاحة مع جسمها بترجع بتشوف تعمل علاج نفسي أم بحاجة لعنجد لجراحة بس الواحد بدهو يحب نفسه وإذا بدهو يعمل شي يغير جسمه بيكون لقلول تيكون عنده أكتر راحة مع نفسه مش كرمين الآخرين الشغلة كتير كتير مهمة أنا دايما بيقولهم للأشخاص اللي بيجون عندي أنه بني هي الشخص اللي بيفوت بنام مع كتابه أو مع كذا هل بيأثر معكم أنه أنتو تكونوا بهالشكل أم بغير شكل أنتو بس تفكروا بس حطتوا موسيقى بس تكونوا عم تنبسطوا بشي هل هو شكلكم اللي عم يعطيكم هالبسط لا يعني وحا بدو يقدر يجع يفكر شو هن أحلى أوقات بيومنا هل هيدا هول أوقات بتعلقة بشكلنا عادة لا غالبا لا صح كتير بدأ أشكرك غزل لهالحلقة وبدأ أشعر أذكر كل المستمعين بأنو يلحقوك على وسائل وسائل التواصل الاجتماعي ويلحقوا أنت كمان الأكاونت تابولك البرسونال أكاونت تابولك الحساب الشخصي لأنو عن جد الفيديوز عم بيكونوا كتير ملهمة شكرا 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 كتير على الاستضافة وهيك بتنتهي حلقتنا لليوم بدأ أشكر كل مستمعينا شكرا إليك غزل مثل العادة بعثوا أسئلتكم بخانة التعليقات وما تنسوا تشتركوا بالبودكاست يلا باي باي